بتاع نروح لأهم خبر معنا أو أهم الأخبار طبعا هي الدورة العام النهاردة ماتش يعني يمكن أنا لم أشاهده ولكن من خلال الراديو سمعته وأحداثه بتدل إنه ماتش غريب وماتش عجيب يتقدم المصري في السويس 2-0 على تليفونات بني سويف ثم من الديئة 54 للديئة 72 أو 52 للديئة 74 ثلاث أهداف وراء بعض لفريق تليفونات بني سويف وأخيرا في ديئة 85 بيتعادل عشور الأدهم للمصري يعني المبارك تروح وتيجي وتروح وتيجي وفي النهاية بيتعادل فريتين وكل فريق بياخد نقطة المصري كان كسبان 2-0 ولو كان كسب الماتش ده كان هيطلع فوق الزمالك لأنه كان هيبقى عنده 15 نقطة وزمالك عنده 14 التليفونات مازال يعني في المركز المراكز الأخيرة في الدوري العام المصري طيب يعني التليفونات في المركز العاشر بتمن نقاط من تسع مباريات وفضلوا مطشي مع الزمالك المينيا طبعا النهاردة بيخسر من طلاع الجيش 3-0 وطلاع الجيش بقيادة أحمد سامي عن مدير الفني الجديد بيحرز أول انتصار لطلاع الجيش في آخر مطش لطلاع الجيش في الدور الأول يعني آخر مطش في الدور الأول الجيش بيعمل أول انتصار ليه ونتيجة فقيلة جدا هي 3-0 نروح نشوف تقرير جلي جوان طيب قبل ما نروح نتكلم على المطشات النهاردة هقول لكم بس اللي جابوا لجوان إمانول ومحمد شعراوي أحرزوا هدفين للمصري ثم جيه سامح شوشة وأحمد الشناوي دخل جون في مرماء وأحمد أشرف جابوا 3 جوان بتوع تليفونات بني سويف ثم جيه عشور الأدهم رح جاب جون التعادل طلاع الجيش 3-0 المينيا صلاح أمين جاب جونين وحسن يوسف أعتقد أنه هو ناشئ الزمالك السابق وصلاح أمين لم يعاقب يعني صلاح أمين فعلى ما فعله ولكن في النهاية أحرز هدف من الهدفين من ضربة جزاء مبارح فريق الوحيد اللي ما تغلبش الغد دلوقتي الله أكبر في عين الحسود التحاد السكندري زعيم الثغ سيدي البلد كسب الجونة وخلى الجونة في المركز الأخير والاتحاد طلع للنقطة 18 تحاد شكله بصراحة مختلف تماما عن السنوات اللي فاتت شكل الاتحاد السكندري هو هينافس من أجل الصعود للمرحلة النهاية موضوع صعب شوية ولكن في النهاية يكفي أن هو مش مهدد بالهبوط بعد نهاية الدور الأول نروح لتقرير مع الزميل صلاح أقدة عن الاتحاد السكندري والجونة وإبراهيم الشايب صاحب الهدف الوحيد والثلاث ترجمة نانسي قنقر